هكذا تبدو الأوضاع هنا في جبهة القصر ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان بمدينة تعز مواجهات واشتباكات متواصلة وسط إصرار قوة الجيش على المضي قدما في استكمال تطهير هذه الجبهة من الإنقلابيين وتحرير معسكر الأمن المركزي وصولا إلى منطقة الحوبان في شرق المدينة قبل نصف عام تقريبا كانت هذه المناطق الواقعة إلى الجنوب والجنوب الشرق من مدينة تعز ساحة نفوذ مهمة للإنقلابيين ويقع معظمها في قبضتهم لكن الجيش خاض معارك حاسمة انتهت بتحريرها وبوصوله إلى مشارف الجبهة الأهم التي يجري تطهيرها حاليا من الإنقلابيين والتي تضم القصر الجمهوري والتشريفات والأمن المركزي يخوض هؤلاء المقاتلون معركة مصيرية مع العشرات من القناصة الذين يتمركزون في المباني المحيطة بمعسكر الأمن المركزي ومناطق المواجهات في هذه الجبهة ويشكلون أحد التحديات المتبقية أمام تقدم الجيش واستكماله عملية تحرير شرق المدينة اللافت في تصعيد الإنقلابيين المتواصل ضد المدنيين ارتفاع وطيرة القصف العشوائي على الأحياء المدنية طيلة الساعات الماضية من المواجهات وشامل القصف هذه المرة المستشفيين الرئيسيين في المدينة المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة المصادر الطبية أكدت أن قذفتين على الأقل استهدفت مبنى المستشفى الجمهوري وتسببت في تدمير الخزان الرئيس لمركز الكل الصناعية وتضرر غرفة العناية المركزة وانقطاع الكهرباء عن المستشفى طيران التحالف حلق بكثافة خلال الساعات الماضية مستهدف المواقع الانقلابيين ودباباتهم المتمركزة في تبة السلال والجعشة لكن لا تزال دبابات الانقلابيين ومدافعهم حتى الآن تواصل قصف الأحياء السكنية دون توقف النصر صبر ساعة وساحة المواجهة الأكثر أهمية مع الانقلابيين في تعز بأمس الحاجة إلى الدعم متعدد الأبعاد والأمر برمته معقود بالنوايا الحسنة للتحالف